تهيب سفارة مصر بمقديش يوغان بجميع الرعاية المصريين بعدم السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال الفيدرالية في ظل تأثير عدم استقرار الوضع الأمني في الإقليم على سلامتهم وتناشد السفارة المصرية المصريين المتواجدين في الإقليم بالمغادرة في أقرب فرصة ممكنة عبر مطار هارجيسا وتشدد على أن الوضع الأمني الحالي بالإقليم يحد من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصريين هناك كما تناشد السفارة المصريين الراغبين في التردد على أي إقليم بجمهورية الصومال الفيدرالية بالالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بحكومة الصومال الفيدرالية